استهوته الشياطين حيران طيب لماذا هذا حيران لأنه له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا تعال عندنا الهدى لكن هؤلاء الأصحاب صنفان صنف ضال مضل يقول الهدى عندنا وصنف صالح تقي يقول الهدى عندنا وهو لا يستطيع أن يتخذ القرار مع هؤلاء أو مع أولئك وهنا تأتي خطورة اختيار الصديق اختيار الصديق هنا تأتي خطورته من هو الصديق الصادق من الصديق الذي أنجو معه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله لأنه يسحبه وقيل الصاحب سحب يسحب الذي معه وهذا له أصحاب يدعونه هل يقول تعال معنا الهدى والثاني يقول تعال معنا الهدى حتى الضال للمضل يقول تعال عندي الهدى تعال عندنا الطريق الصحيح عندنا الطريق السليم حتى أن أحدهم يقول لآخر وهو من من يقول بوحدة الوجود ويعني كلام خطير جدا أن كل شيء الله وأنه الله يحل في الموجودات وغير ذلك من الأمور فينصحه أحدهم يقول دع هذا الأمر فيقول اتبعني أهدك صراطا سوية أهدك يقول صراطا سوية وهو صراط سوية الكفر الذي يدعو إليه لكن يسميه صراطا سوية وهنا كذلك له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا تعال عندنا الهدى عندنا الهدى فهو له أصحاب صالحون يقول تعال معنا الهدى وأصحاب طالحون ضالون مضلون تعال عندنا الهدى فهو حيران لا يدر أين يذهب يقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا كل فريق يقول له تعالى عندنا الهدى حسم الله تبارك وتعالى هذا الان فقال قل إن هدى الله هو الهدى شوف اللي يدعوك إلى الله هو الصادق لأن هدى الله هو الهدى دعا كالشياطين دعا كرفقاء شوف من يدعوك إلى الله هذا هو الهدى لماذا؟ قال لأن الله هو صانعك هو خالقك وصاحب الصنعة أعلم بها صاحب الصنعة أعلم بها بما تحتاج إليه ما يصلحها ما ينفعها الذي صنعها وأعلم بها حتى الحين في حياتنا اليومية الحين سيارة غسالة ثلاجة كمبيوتر أي شيء من هذا الشيء تقول شوف مصدرها والكثالوجي اللي معاها الكتاب الذي معاها ليش لا هذا ألموا الذين صنعوها هم أعلموا بها فكيف بما خلق الله تبارك وتعالى لا شك أنه أعلم سبحانه وتعالى الله عن المثل جل وعلا فالله جل وعلا يقول لهم الهدى هدى الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الله قل إن الهدى هدى الله هذا الهدى الحقيقي هدى الله سبحانه وتعالى وهنا كذلك يقول إن هدى الله هو الهدى أي الهدى الحقيقي الهدى الصح هدى الله سبحانه وتعالى